تتذكروا طوابير معينة السيارات يلي كنتوا تعلقوا فيها لسعات طويلة؟ اختفئها المشهد ما كان سببه الوحيد جائحة كورونا إنما التدهور الاقتصادي يلي منع الناس من تصليح سيارات مثل مليزم يمكن اليازة من 25 سنة كنا عم نجيبه وقد ما فينا عم نقاتل للعالم تبلش تكون عندها معينة ميكانيكية ومنعرف نحن اليوم المعينة بالبلد يعني شوي شبه ثورية ما عم تكون مزبوطة بقى نحن جربنا كتير بالزمانات أنه نحفز العالم اليوم إجينا شي ردنا لورا 100 سنة يعني هيدا الموضوع اليوم الوضع الاقتصادي غلى قطع الغيار وخاصة يلي هني مسؤولين للسلام العامة يعني متل عم نحكي عن الإطارات عن الدوليب منحكي عن البطارية منحكي عن الأمرتسير أو ممتص صدمات منحكي عن قصص يلي إليها علاقة بالتوجيه السيارة وبوجودها بطريقة آمنة على الطريق أو أنه تقدر تحمي السائق اللي بقلبها هيدا القطع للأسف أول شي اليوم صار المواطن عم يتجنب أنه يغيرون وبحال بدو يغيرون عم يتوجه صار متل أيام زمان لقطاع المستعمل يلي نحن ما منعرف هالقطع بوقتها كانوا ركبين بالسيارة معينة شو كانوا تعرضوا على الطرقات بس التوفير على حساب سليمة السيارة عم بيسبب حوادث مميتة متل ما أكدنا دي الكيش زيت المكرر ما بيصوى للسيارات يعني أول شي بيروح المطار صاحبه ما بيكون وفر لبغير زيت ولكن لأن عدم القدرة الشرائية لقطاع السيارات بديل الشانسه كبيرة بيصر قوله قطع من السيارة ما بيصر قوله ياها تداعيات الأزمة ما بطال زبون فقط إنما أصحاب المصلحة كمان الجاراجات بطلت قدرتها كتير أنه تجيب قطع مثل قبل محلات القطع بطلت أنه قدرتها تقصيت للشركات ولا للجاراجات يعني كل شي بتجيبه قطع كل شي بده يندفع كاش سلسلة تداعية سيئة بسببها عدم تصليح السيارات أولا اقتصادي من بيئة ولكن أهم التأثير على السريم العامة ترجمة نانسي قنقر